صحيفة روز اليوسف السيسي يكلف القوات المسلحة بإنهاء ظاهرة وضع اليد على الأراضي حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية والجديدة بالصعيد خلال زيارة اليوم الأحد لمحافظة قنة وفي احتفالية شارك فيها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة شهد أيضا الرئيس خلال الاحتفالية عبر الفيديو كونفرنس افتتاح كوبري طاطا العلوي أعلى السكة الحديد بمحافظة سهاج وكوبري الكباش اتنين بالأقصر ومشروعات استصلاح 43 ألف فدان بصحراء منطقة المرجدة إضافة إلى افتتاح كوبري نجاح مادي أعلى خط السكة الحديدية أيضا أبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي غضب من ظاهرة وضع اليد على الأراضي المستصلحة قائلا احنا مع الاستثمار وتسهيل العمل لكل من يرغب في الاستثمار وبنحاول ننظم العمل كدولة ولا يكون الموضوع ماشي بشكل غير علمي وغير منظم وبالتالي وضع اليد الموجود على الأراضي مش مقبول ولن نقبله كلف الرئيس أيضا القوات المسلحة والشرطة بإنهاء هذه الظاهرة بحلول نهاية مايو الجاري متابعا مش هيبقى مقبول في مصر تاني ومحدش يمدي إيده ويقول الأراضي دي بتاعتي ودي بتاعة مصر ومش من حق قديها ليك الكلام ده غير مقبول في أي حتة في مصر ومحدش ياخد حاجة مش بتاعته وهي مش طبونة للي عايز حاجة يا خدام